ده جزء من تاريخ سامير كامونة المدفعج الحياة واحد من المدافعين الأقوياء اللي كان ليهم تأثير قوي جداً بس سامير كامونة الحياة في On Time Sports حكى قصته مع النادي الآلي إزاي كان الراحة السعودية ومين اللي رجعه من التسكة نشوفه مان سعاد الكوية يعرف أن أنا أستاذ أحمد عباس المحامي وكان اللاعبين كان هو الوكيل بتاعي سعادها وخلاص رحل وحدة السعود خلاص أنا مضيت عقد واخد الشكات بس ما صرفتها عدل القائبة بفوض فظيع فالمهم السيد أحمد عباس كلمني قال لي ده النادي الأهلي عايزك قلت له ايه قال لي نادي الأهلي عايزك قلت له طب والعقد والشكات اللي أنا وكاد هدي مفرد أصرفها بكرة يا جاي على هواك طب خلاص ده الحلم تحقق المهم تلي فول الساعة واحدة بالليل لقيت المهم سعاد الكوية بيكلمني بيقول لي حكي لي الكصة بتاعة الواحدة السعودية قلت له فيه كذا كذا قال لي طيب تعالي بكرة هل لك عايز تجي الأهلي الأول ألا قال لي طيب تعالي النادي بكرة الساعة 11 كويس رحت النادي ومعي العقد وداخل بيب العقد يا ربي وافق والله ما ترعيش يا ربي وافق طبعا يا كابت ومعي الشكات أنا ما صرفته فقال لي بص هات العقد ده رئيس النادي كان عاعد في فندق في وص البلد مشهور رئيس النادي الواحدة كان موجود في مصر قلت علي الفندق الفنان الفنان في حتة الساعة كذا رايش النادي بالزبط والمهان سعد لكرة رايح واحنا الثلاثة قاعدين فقال ليك رغبة تلعب في النادي الأهلي طبعا طلقه طبعا ده حلم حياتي والعقد هو وأنا ببص بقى للراجل بقول يا ربي وافق فبص في الشكات لقاهم مظبطين لا مشكلة والصبح التاني يوم الصبح روحت النادي الأهلي قبلت بقى كابتن صالح سليم فقال لي أنت أحاب أن أتلعب في النادي الأهلي قلت له أنا أهلاو بعشق النادي الأهلي قال لي عايز كين قلت له أنا مش عايز أي حاجة قال لي أنت جادع وراجل عشان كده احنا بنقل نوعات اللي زي عايز كين قلت له أنا زي زي زميدي كان ساعتها ستين أو خمسين ألف ميلي ساعت أقل من اللي كنت هتأخذه من الوحذة السعودي أنا كنت أخذ في الوحذة السعودي مئة ألف دولار وخط في الأهلي ستين ألف جنيه دي حقيقة وضحيت بدا كله عشان تعرف طب ده حلم حياتي الحقيقة كان سامير كامونة صيد قوي ومهم ليك وزي ما كابتن شوير قال له قال له المهان سعاد لي ما بيفوتش إيه اللي حصل قال له حصل إن إحنا كنا من الشنين عليه هو كابتن أحمد نخلي أيها في المؤولين المؤولين العرب أي وبعدين لما جيت أتكلف المؤولين العرب فجأت قالوا لي ده نادي الوحذة بتكلم فيه وكانوا لسه حيتفقوا معنا فكلمت وكيله الأستاذ أحمد عباس المحامد قال لي ده خلص قلت له خلص يطلبهولي فتكلمني البيت القصة أنت سمعتوها فقلت له طيب إحنا هنروح هنروح أقابل رئيس نادي الوحذة وبإذن الله نحلها معه الراجل كان محترم جدا قلت له يعني ده رغبته والنادي الأهلي عايزه ويعني فقال له أنت عايز تروح للأهلي قال له ده حلم حياتي قال له طب خلاص خد الشيكات شطابنا العقود لغناها وخدته بعد كده وروحت النادي الأهلي طبعاً هو كان عايزي قابل الكابتن صالح وكابتن صالح أما قابله باية القصة هو عرفها وجه هو الكابتن أحمد نخلة وسامير كامونة الحقيقة مشواره مع النادي الأهلي بنجحتها إلى أنا أذكر منو جوسيه يوم ما جاه أكمل لك الحتة دي واللي عايزت يشوف حاجة لا تهد مانو جوسيه لما جاه مصر فأول مرة فالكابتن صالح قال لي كان عندنا ماتش الفاينال على كاس مصر مع المحلة اللي توقع فيه سامير اه فاتفرجنا على الماتش تاني يوم روحنا مع الكابتن صالح أنا عرفت بقى أنه مكتوب فيه تقرير وأن فيه نية أنه توقف سالح قال له أشار بأصبوعه وهو خارج طبعاً إشارة حتى كابتن فاروق كان المدير برقوا منها قال لك ما حصلتش قال لك ما حصلتش المهم يعني كان فيه وقتها طبعاً قد سنة أنا توقعت أنه حياخد سنة لأن دي نية اللي كانت مبيتة يعني فتاني يوم الصبح أنا قاعد بدأ ملفقت لي تهمة يبقى أنت أنا و تعمل ضد قرار فأنا قاعد فأقول له مين العجبك مستر مانو الإمبارع في الماتش قدام الكابتن صالح فقال لي خمسة هنا وخمسة هنا قلت له فيه باد نيوز وممكن يبقى فيه جود نيوز قال لي إيه الباد نيوز الأول قلت له باد نيوز إن الخمسة بتاع الآله فيه تقرير وممكن يتوقف سنة سامير كمون سامير كمون فزيع الجد قلت له جود نيوز لو أنت عايز بقى خمسة بتاع المحلة نشتغل عليه قال لي تعرف تجيبه قلت له كان واق الجمعة فما كلمت واق الجمعة بالليل كنا عاملين حفلة ديكسي يعني عشان ودع ودع بعد الكاس في أحد الفنادر الخبرى فقال لي قال لي كان مهانش محمد عبد واب موجود فأنا بقى ما سألت قلت له محمد معك نمرت سامير كمونة قال لي قلت له الدهاني كلمت سامير واقل يا كابتن واقل عايزينك في الأهل قال لي يا نهرى بيد قلت له يا نهرى بيد في إيه قال لي ده أنا مضيت قلت له مضيت إمتى ده لمتش خلص بالليل ومضيت مع مين قال لي لا أنا مضيت مع الكابتن حلمي طولان قلت له لا كده في السيف صيد لأن توقيع لازم هو مفوض عن النادي اللي بيوقع له يعني ليه إجراءات شكلية قلت له هو مش هيكون مفوض من النادي وأنا هتيجي أنت معايا تمضي وأنا هخلصها مع نادي المحلة ومع الكابتن حلمي طبعا ورقة الكابتن حلمي ما كانش يقدر يقدمها حتى ما كانتش عاق كترغبة وخلصت أنا مع نادي المحلة وجاء واقل يسطر تاريخ كبير جدا يعني تمام سامير كمونة بعد كده سامير كمونة خدته وكابتن صليح قال مش هنسيبه كده خدت وطلعت بيه على تركيا ولعي في تركيا وخدنا من وراء 200 ألف مارك وبعد كده رحل وبعد كده رجع جاء له عقد احتراف في ألمانيا برضو عملنا له عقد كويس قوي وبعد ما اتفق أهو على كل حاجة قلت له خلاص قلت له دولك حاجة مؤدم قال لي لا قلت له طب يسكت جبت له برضو 250 ألف مارك في القاعدة دي قلت له منتو التفاتح قلت له انتو راضيتو النادي الأهلي والراتب الشهر فين الساينينج فيه قال له يعني ايه قلت له يعني هم مش هيطلع على الساينينج فيه قال ما طلبهاش قلت له أنا بطلبها له أنا كنادي أهلي لعيبي مش هيطلع على بقيمته فجبت له ساينينج فيه 250 ألف مارك فهو سامير الحقيقة تجربته نجحة وأدى دور كواسي أو مع النادي الأهلي عشان كده لما بيبقى فيه غضاضة ولا بتاع الواحد يبقى حريص إنها لازم تتزال تزول أحسن